فضلة الدكتور معك إعلامي في فائدة التجانية القادمة من مرينباي ونريد كلمات تتعلق بزيادتكم إلى سنغال وخصوصا التي تتعلق بمرينباي وكلنا نعرف علاقة مع الشيء إبراهام يس الذي كان من مؤسسي هذه الرابطة العام الإسلامي الذي كان نائب لأمين العام إذن قبل ذلك نريد أن نعطي الكلمة لشيخ تجاني لتقديم سيادتكم شكراً سعادتكم ومرحباً بكم في بلدكم بين أهلكم وإخواتكم وتتشرف السنغال بهذه زيارة وتقول لكم مرحباً وأهلاً وسهلاً في القلوب وفي قبل البصاد أولاً نتعرف على سيادتكم وما هي أهداف هذه الزيارة وما أهميتكم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه وموالاه أشعر بسعادة غامرة وأنا في بلد السنغال وجئت ممثلاً لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى من أجل زيارة الاتحاد الإسلامي الإفريقي والالتقاء بسماحة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس وتوقيع اتفاقية بين رابطة العالم الإسلامي المنظمة الإسلامية العالمية الأولى التي تمثل الشعوب الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي وفي دول الأقليات الإسلامية ولا شك أن الهدف من هذه الزيارة هو توقيع اتفاقية مهمة للغاية مع الاتحاد الإسلامي الإفريقي وهي تنبثق من وثيقة مكة المكرمة التي صدرت عن المؤتمر العالمي لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد الماحي وإبراهيم ناسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن ندفة لتكون قوميانا سلميسي بوبا موكوين سيني ترجمة نانسي قنقم